بدأنا الحمد لله السنة اللي فات نزلنا مرحلة لتحت كمان مرحلة الحضانات فشارعين دولة على الحضانات الأهلية اللي تبع وزارة التضامن يعني يمكن أكتر حاجة سعيدة نحن شارعين فيها منطقة الأصمارات في القاهرة حوالي ألف طفل هناك تحديداً 850 تقريباً برضو كل يوم برد يوم واجبة سخلة وبدأنا بعد كده على الأم كمان إذا كان دوركو كان بيزدهر قوي قرب رمضان أو في رمضان أنتوا السنة دي بالتحديد لازم تعتبروا أن السنة كلها رمضان إحنا في حياتنا كلها السنة كلها رمضان لا أقصد البيك بتاعك أو الإحساس بتاعك بأنه فيه ناس وتتحرك وهو الأخر السنة دي بالتحديد في عام الأزمة أنت لازم تتعامل أن السنة كلها رمضان أنتوا عليكوا حمل كبير لأن الدولة مش هتقدر توصل لكل واحد في نجعه وكفره ومدرسة أنت عندك القدرة دي أنت العمل الأهل أنت اللي بتكمل الدولة برمضاني كبير بص هو طبعا الدولة في مصر عشان بقول والله عظيم يعني وكلام وبالنسبة لي يعني وقعي تماما شبكة الحماية الاجتماعية اللي موجودة في مصر شبكة عريضة جدا جدا ويمكن أنت لما تشوف أسباب مثلا انخفاض معادلات التقاظ ممكن لإحنا عندنا سواء برامج التموين أو دعم الخبز أو برامج زي تكافل وكرامة دي برامج قفلة كتير قوي من احتياجات الناس كل شهر بشكل مستمر احنا بقى بنخش بنعمل ايه بنخش في نكمل على الشبكة دي في الوقت بقالنا الحمد لله تقريبا يعني 3 أسابيع كل يوم ساعة 7 الصبح بنقف في عدة ميادين بنوضع فطار وحنفضل نوسع في النموذج ده حاجة جميلة حاجة جميلة يعني بنفضل نوسع في النموذج ده يعني بدأنا بحوالي 5000-6000 وجبة في اليوم طلعنا العشرة وإن شاء الله حنكمل على حوالي 10-15 ألف تفكروا في كاراتين رمضان بدري بقى احنا بالفعل عندنا يعني لسه يعني الدولة ابتدت معارضة بتاعة أهل رمضان بدري السنة دي يجب أن تبكر بكل شيء السنة دي احنا في رمضان بإذن الله نوين ان احنا يعني نضاعف شغلنا عن كل سنة ونوين نرجع بإذن الله تاني وشايفينا فيها احتياج مهم جدا لمواعد الرحمن يعني بإذن الله حيبقى مغطين وتم السمح بها هذا العام فمواعد الرحمن عتكون برضو جزء مهم 100% من الجمهورية ان شاء الله نوين يعني 27 محافظة بإذن الله حنقضيها بمواعد رحمن السنة دي طبعا يعني بالإضافة إلى الكاراتين التغذية الجفة بالإضافة أن احنا بدي من دلوقتي كل يوم حتلاقي في معظم الميادين عربيات بنك الطعام الصبح وتوزع أكل ودي حاجة يعني احنا فخورين أن احنا بنقدر نستخدم الزكاء اللي بتطلع يعني من الناس لهدف جميل زي دا بحق الناس علينا وسعيد جدا أن احنا بنقدر نطلع الخير من المصيرين ونديه للمصيرين برضو يعني البلد دي فيها خير كتير قوي 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 فالحمد لله نحن قادرين فعلا أن احنا نوزعه من الناس اللي عايزة تديه للناس اللي تستحقه هذا الخير